حضرين معنا إذا نسي نافع نافرنا برئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس صباح النور مرحبا بك شكرا لقبولك دعوتنا اليوم صباح صباح النور صباح النور للمستمعات ومستمعين البرح من المواضيع اللي ترقنا لهم كان معنا ضيف دونك سيا وديدي أستاذ الاقتصاد اللي ترق بنظرته هو معنتها لعديد المواضيع منهم موضوع صندوق النقد الدولي موضوع التوري الوالدات معنتها موضوع الاتحاد الأوروبي دايير في الأكتواليتي هذا هي موضوع المؤسسة لوف شوخ وفهمة برشا مستمعين يتفعلوا وكانوا طالبين حتى نوع من الحق الرد اليوم معنتهم كنتوا العديد من الأعضاء متاعكم معنتها تفعلوا معنا البارح وحابيت تكونوا معنا في نوع من حق الرد ولكن أكثر منه حيوار معنتها تفاعل مع هذا ولكن بصفة عامة مع الوضع في بلادنا السيناء فتلاثة أربع نقاط أنا قلتم طوى شنوع تفاعلكم معه شوف معناها بالحق تعبنا نحنا تعبنا ماشي حق رد تفاعل خطر أنا كتلاحظت اللي مدة طويلة أنا ما تخرجش في العالم خطر بصراحة ولا المنطق ما عادش مقبول هو التخلويذ هو اللي يتقبل أكثر ويتفاعله مع هالناس ردود فعل ما تعدى أنا بقى احنا بنسبل لنا اللي تقالي لكله هو معناها معناها التأويلات خاطئة والاستنتاجات خاطئة والمعطاية خاطئة على كل المستويت نبدأوا مثلا بحكاية نبدأوا قبل ما ندخلوا في المشيود الجنرال وفارتكولي حكاية الفيمي والفينانسمند الفيمي والإصلاحات والسيادة الوطنية معناها نذكر اللي مشكلة تونس فعلا هو عجز في الميزانية العمومية لغياب إصلاحات مدة سنين طويلة وثم مشكلة دورة اقتصادية ماش قادة قادة ماش قادة دور مليح استثمارات مش قادة دور مليح ماناك أعمال قادة قادة دهور رؤية قادة خياب إلى خيره أنك تقول اللي الحل مش أنك بش تاخذ 1.9 مليار دولار وما يش بش هالمشكلة الحل أنك تحد من العجز التجاري هو خاطئ جدا ما عنده حتى دخل هذا في هذا العجز الميزاني التجاري جاي بالعكس من غياب الإصلاحات ومتدهور القدرة التنفسية متع الاقتصاد متعنا وجاي من خلال المالية العمومية وغياب الإصلاحات مدة سنين طويلة كيف نحبه نحافظه على سيادتنا ما علينا كان نخدبه وعلى رواحنا ونصلحه ورواحنا أنت كيف تمشي لطبيب تقول له أعطيني مريض أرخا عطيني دواء ويعطيك الدواء ويقول لك أما رد بيلك ويزمك تعرض من الحمية ويزمكش يزمك تعمل متأكلش السكر وما تتكيفش وما تقولوش من بعد أما حشتيش بهم بنصايحك إذا كانك أنت قادر باش أنك تصلح ميزانيتك وتصلح أمورك من غير اللجوء اللي في مي توميو بورنو علش ليه؟ إنه ما يزمك تكون قادر باش تقوم بهذاي الكل تحكيت كريستين لاغارد في 2013 اللي قالت اللي في مي ما يدخلش في شؤون داخلية متاع تونس حالة تونس وقتها في 2013 ما هيش حالة تونس اليوم واليوم مع الأسف فقدنا استقلاليتنا وفقدنا سيادتنا لأنه ولينا مربوطين بأنه لغياب الأصلاحات فعلا مربوطين بأنه نتحصلوا على قروض ما عادش للاستثمار بل لدفع الشهاري والاستيراد الحبوب والنفط العز الميزاني التجاري ما هوش مربوط الحد من العز هذي ما هوش مربوط بالحد من الواردات كيف نجي نثبت وإحنا في الواردات متاعنا نلقاوها أغلبيتها طاقة حبوب مواد غذائية مواد أولية وكذلك تجهيزات مع منتوجات استهلاكية إذا كانت بيش تحد من منتوجات استهلاكية معلش ليه إنما ما هوش بيش تحل المشكل اسكل يوم تنجم تحد في الموسم الجاي اللي ما عندناش أمطار من استيراد الحبوب من استيراد المواد غذائية وحتى الخضر والغلال متنجمش تحد إذا كان ما عملتش أنت بمدة سنين سياسة لانتياج الطاقة البديلة والطاقات المتجدة لعديل الأسباب وإذا أنا عدتوها ما تجمش تحد ما تجمش تقول نحد من استيراد المفط ولا شراء الكهرباء من الجزائر ولا الغاز إذا كان ما تطورتش نقل عموبي بتجمش تحد من الامبرتاسيون لهذا المشكلة متعنا مشكل تدهور قدرة نفسية اللي فقدت المؤسسة متعنا قدرتها على التصدير مناخ أعمال سيئ ما جبلناش استثمارات تصديرية للصناعات المالية وإلى آخره ثم كذلك غياب سياسات اللي تمكننا من التحكم في المشاكل المصيرية في تحت ونس مثلا مشألة الماء ولا مشألة النقل ولا مشألة الطاقات المتجدة استراري ديكتور استراري ديكتور استراري ديكتور استراري ديكتور باش نجي تقول مشكلة أن القرط اللي فيه ما حتش به خطر يجبنا خطر عنا ديفيسي كوميرسيال وديفيسي كوميرسيال يجبنا نحدو متوريت ثم مسألة الاتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي تحدثوا عليه برشا والتي حملة إعلامية أنا مش هنا أنا التقييم طيب جدا إنما نحب نذكر حاجة اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي أنا شخصيا مقتنع وعننا المعطيات اللي هي كانت في صالح تونس نذكر اللي الاتحاد الأوروبي يمثل ستة في المئة من البوبيلسيون منديال ما يلو ريبرزانت 21% دي بي بي بانديال تعرف اللي اتفاق الشراكة مكننا باش نجي بوستثمارات كبيرة يسر مكننا باش ندخل السوق اللي هو أكبر سوق بقربنا نحن وفيها تكامل ونجم ونبيعولوا حاجات شوشي بجيع باش افريقيا اللي نحكيب عليها وفور كوابا هانا زيدا ومفين دو السابور دي افريقيا اللي هي تمثل ثمانتاش في المئة من البوبيلسيون منديال منو ريبرزانت انكر ينفا جسكا وجور دي كترى بورسان دي بي بي مانديال ثلاثة في المئة ثلاثة في المئة معنها رغم التطورات وش بجي بيعولها فريقيا بش نبيعولها البيس سايرونوتيك بش نبيعولها الملابس ولا بش نبيعولها الزيتونة ولا بش نبيعوها بش نوة بش نبيعوها الالجرانترافودة انفرستركتوري الاخيريه معنها لش ما ايقلون باركانت الانيونيو اروبايين سي ان بارتنير سي نوتر برمير بارتنير هو اللي بنينا معاه تكامل وكننحكي وزيد على الهريروكاليزاسيون وشو نبيع ونجم وبيع وكل شيء نس كل. هي فعلا 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 اما نجيو نجيو احنا قاعدين كمان اللي قاعد على عرف على معنى عرف ونقصوا فيه ونقصوا فيه ونقصوا فيه. التكامل كبير ياسر بين بين الاتحاد الاوروبي وتونس نذكر اللي المغرب بسكو جبت انتي مخبرك على المغرب في القوف جبت على المغرب احنا في الفين وعشرة نصدروا الاتحاد الاوروبي بمقيمة تسعة مليار ايرو من البرودوي مانيفاكتوري ومغرب تصدى الاتحاد الاوروبي ثبانية مليار ايرو احنا بثلث سكين المغرب والاورباء اقل شوية من ثلث سكين المغرب صدروا اكثر منهم. في الفين وثمونتاش عندي الاحصائية في الفين وثمونتاش المغرب ولت من ثمانية عادت ثمونتاش فاصل خمسة مليار ايرو وتونس عادت من عشرة من تسعة الى عشرة مليار ايرو. في نفس التموقع في نفس الاسواق في نفس المنتوجات في نفس السياسات. عليش؟ لاسباب اللي احنا اليوم يلزمنا نتناولوها في عوض نتناولو في الحكاية الفارغة وننطير سورسكي مارش نتناولو اللي هو تدهور مناخ الاعمال اللي هو غياب الاصلاحات اللي هو تدهور صورة تونس الى خيره. احنا لانو الوقت يجري احنا حابينا نوع كي ما قلتاتي في طار فاعل معناتها مع اللي تقالبير احنا نذكر بعد ستة دقائق قعدنا ايما نمتيبت في غضو اخير. احنا بش نمشيو مع فاصل قصير خل نرجع نحكي معك بمعنك كل تنتيغ سورسكي مارش. سوكي مارش بالنسبة ليك غير كي ناجم يشوفو سانو مارشو با. او لأكورنس موضوع لوف شغلين تيليو في القتاع متاك وفا معديد مواسين. طب شبشيو بفاصل قصير ونرجع ونختموا احنا بالنقطة اه هذية السيد نافع نافر توتسويت راجعي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. والتفاعل معناتها برشا مؤسسات البارح اللي تفعلوا معنا في المباشر و... و... بزهروا من عاش شو اللي صايا البارح قطاع النسيج يخدم في وقت معين ولا كانوا جزء كبير منه وغيرتها يتبعوا القطاع امتاعكم ماذاك عليشتم ما حبيتوا تفعلوا معنا معناتها اليوم ولكن بصفة عام على موضوع الـ... كان كون احكي لك شوي على صندوق النقطوري على الانتحاد الأوروبي موضوع الـ... اللي انت تشوفوا ماشي اليوم سنة عفوا ما غيرك يشوفوا لا 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 الناس اللي بعاد ما قاعدين يتفرجوا من بعيد ما عندهمش الحق بش يحكموا الحاجات يجهلوها تماما لهذا كي نحكيه وتو نحكيه على الـ... قاعدين نحكيه في خرافات مش حكيت مش معلومات ومعلومات جايين على انها حقائق موش صحيح سكتور وفشور احنا ولينا البلد الوحيد اللي احنا ضد جلب الاستثمارات الخارجية إجاب اليابان وما أدراك ألمانيا وما أدراك تحب تجيب الاستثمارات الخارجية الخاتر قلت يجيب الاستثمارات الخارجية تجيبك التمويل وتجيبك لسافورفير وتجيبك النفاذي للسوق وتجيبك لترانسفير دو تكنولوجي وتجيبك خلق مواطن شغل وتجيبك معناها دي دو فيز وتجيبك دي كابيتو وتجيبك دي كابيتو وانتي مؤسسة بيش تعمل مشروع للتصدير بتجيبها تجهيزات يزمها ان دو فيز يزمها دي دو فيز انتي هنا جيبك المارشي وجيبك لسافورفير وجيبك لك لكابيتو احنا ولينا ضد هذية وعليش نقوله ضد هذية الخاطر عندهم الحق ايش معناها؟ عندك أكثر من 66% من الرأس المال وقال لك المشكلة اللي مع عندهم الحق مايرجعوش في الفلوس لتونس لبردوين متاع للكسبرتاتيون هذة تخلوذ تماما على خاطر انتي في كلفة متاعك عندك شراء مواد أولية يزم بتخلصها عندك دي سالير يزم بتخلصهم عندك ذوي يزم بتخلصوا عندك دي انتروتين دي باتيمان عندك دي سو تريتان يزم بتخلزهم دونك شنو اللي ما تنجب ما ترجعوش هي البنفيس متاعك بعد ما تخلص عليه الانبو وبعد ما تخلص عليه سامحني ثم إنسان يستثمر في بلاد ما عندوش الحق بش ياخذ المورة بي حمتاعو تصور انتي كوفي كاب ولا كوفات تجي تقول له مثالي ش تستثمر خرق العادة كان البلدين اللي هي استثمرت فيها تتخمم كيما ينخموا لهنية كيما السيدة اللي يخموا البرح صورتين كتاستروف أحنا حاشتنا بيو ماذوما كنت نحكي على أنا والأخت مقبليك قلت لها انت خلقناها احنا عمناول في دوميلفندو تعمل دونزان سكتور اللي ما كناش نتصوروا لهم موجود سيتون ستارتوب كي تيرو بريس باران جروب واجبناها المنتوجات والبروزيس اللي حملوا فيه مستحيل نخموا فيه هذية بليش ترانسفير وهو ما جابنا التمويل التجهيزات غالية نياسر تمويل بثناش وثلتاش في المئة ما هوش رانتابل اخذينا التمويل بثنين في المئة جابوا التمويل هوا ما معاه تصور انتي هذي على شال دو بيانتي شوف دي جروب كيما 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 يازاكي كيما ما هومش كلهم فرانسيس ولا هومش كل من الونيو أوروبيان هذو ما جيبوا لرابور إي سيرتان إذا كان نجبدو على الهسطور دلاسو تارتانس وثاني حاجة جبدو على الديوانة والتحفيزات والجيبائية نستحلم ما زال ترى ما عاش ثم تحفيزات جيبائية وما عاش ثم تحفيزات مالية تحفيزات مالية لسوبونسيون ثم حدخذيها عندو ثلاثة سنين والكنسير لزون دو ديفلوبمان ريجونال زون ديفلوبمان ريجونال على غالب بعدم وجود الانفرستركتور ثم مؤسسات عالمية قادة تستثمر في لزون دو ديفلوبمان ريجونال مالوروزمون والفيسكاليتي ما زال تسخيل كي تخلص خمساشة فلمية امبو بور لإكسبار بوس دي بورسان ديفيداند سي اتراكتيف انتي ما خمانتش عليش للونيو أوروبيان جستمان ضغطت باش حتى تونس في ليست دي باراديس فيسكو عليش باش تولي الانفرز لسوسيتي بور لديكوراج دو انفر في تونس عرفوش نحبو ونجبدو عالصوت ريتونس ونقولو ما عنده حتى قيمة وما تدخلش في الميزان التجاري معناها انا نجيب سلعة نجيب قماش مثلا كي نشريه ونخلص لقماش خاتر ثم الحريف متاعي خلصو هذي كتولي هذي كتولي سيربيس الانساني يقول هكا عمرو معمل فكتور ديكسپور في الوحدة نذكر اللي بار اكزامبل وقت اللي نعمل نس اوبرازيون ديكسپورتاسيون دون الكاد للسوتريتونس راهو ونحطو لفالور للسوتريتونس و لفالور دو تيسو داكوردو علیش ونحطو لوریجن دو تيسو خاتر الببدا في الديوانة في كل الديوانة العالم يكمل رسات متاع اوروبا انك يدخل لقماش خاتر très souvent لقماش مجيش من اوروبا يجي من تركيا يجي من بولدان اخرى جي تسير على الامportation يلي comptabilزي كم امportation مام سي ما هو شخلص سنة ريان او باش يخلص ما يخلصش كيف تجيبو تحاولو وتعاود تبحثو تحط لفالور دو تسو خاتر اذا كان مش المنشأ امتاعو يمكنك من انك تاخذ الوريجين وتبدأ يدخل تولي تخلص على الاماتير برمير اي لترواي فاسان دونك الانسان يقول لك مهي شباهية في بيله اللي مثلا اهلا احنا خدمنا ان كومبينيزان دلوت كنتر الانساندي الماتير برمير امتاح القطعة الف قطعة الماتير برمير على القطعة مئة ارو والترواي فاسان امتاح ها 35 ارو الف قطعة في الف قطعة في المئة ارو يجي 100 ميل ارو 350 الف دينا الكمبوزان هذوما فيهم قرابة 20 كومبوزان وكل ما تشري يجي يقول لك انا عندي مينيما فو اموبيليزان تصور انتي الاموبيليزان دفن الريسك فينانسي الجستيون دل كاليتي تولي انتي شريط الماتير تولي انتي مسؤول على الكاليتي متاحها تصورها انتي في الملبس الجهزة في التسو تكنيك تصورها في اللايرونوتيك تصورها في الميكانيك تصورها في هذو الكل انتي تحكي على حاجة ما تعرف هش وما كش بالكل مولم بها خليونا نخدم الاروح لان بزوان ده او ان nar بزوان لعرب اللي constantly عن طريقة أو نعطينا من تحضير حال الوح difíصان. ونحن نحن نحن نحمد حاجة out. ونحن نحن نحن نعمد حاجة اسم تشجيل للشركة ونحن نحن 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 نقصد التعليقات التي نحن نقصد على ذلك. شكرا لك السيدنافع. كان هذا التفاعل مع البرحة مع التحيوار وكان عنا في برنامج على عديد النقاط الأخرى مع أستاذ الاقتصاد حابيت تتفعل معنا برشا شركات مثلهم السيدنا فعنا في اليوم كنائب رئيس نحكيه على السوق المحلية ونقول ورانا ما نجموش معناها يلزم دفع التصدير معناها للتحكم في العجز التجاري راهو مش صحيح راهو مثالش ترشد التوريد أما اليوم التصدير هو الأساس أحنا اليوم سوقنا صغير 12 مليون وساكن إنا ما بقدرة شرائية بتاع مليون ساكن وعننا قدامنا أسواق وعدة وكبيرة اليوم فقدين القدرة التنفسية وتراجع وخرام مناخ العمال هو السبب الرئيسي في تقلص الاستثمارات الداخلية والخارجية وفقدين قدرتنا على أن ننفسه ونصدره ونطوره التشغيل متاعنا والموارد لرسورس المساعدنا في هذا المبلغة أخبرنا في هذا المشاعد موسيقى موسيقى وإعجبه